يومان قضي على زيارة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين غريفث لصنعاء في مهمة تستهدف إجراء مناقشات مع زعم الميليشيا وصولا إلى ضمان مشاركة كل الأطراف في جولة محادثة السويد المقبلة المصادر الإعلامية التابعة للحوثيين كشفت عن جانب من النقاشات التي يجريها المبعوث الأممي بصنعاء والتي يبدو أنها تركز على الخطوات الإجرائية المرتبطة بخطة السلام المقترحة من جانب هذا المبعوث فقد نقل عن هشام شرف المسؤول عن الخارجية في سلطة الإنقلاب تأكيده ضرورة أن تكون الترتيبات العسكرية والأمنية القادمة شاملة جميع الأطراف المسلحة التي انتشرت في الساحة والحال نفسه بالنسبة للترتيبات الحكومية المؤسسية والإدارية والتي سيكون أساس والتوافق بهدف نجاحها ولما من شأنه تجنيب أي عراقيل خلال مرحلة ما بعد الحرب واستتباب الأوضاع بحسب قوله الزيارة التي كان من المقرر أن يقوم بها المبعوث الأممي إلى الحديدة تأجلت لأسباب أمنية ولأجل غير محدد بحسب وكالة الأنباء وهي الزيارة التي كانت تهدف إلى تثبيت الهدن الهشة وغير الرسمية في هذه المدينة التي شهدت خلال يومين الماضيين خروقات خطيرة واشتباكات وأعمال قصف متبادلة خصوصا في ساعات الليل يأتي ذلك فيما تواصل بريطانيا الترويج لمشروع قرار جديد بشأن اليمن تسعى إلى اعتماده من قبل المجلس وسط تأكيدات من مندوبة بريطانيا كاريم بيرس بأن القرار سيكون تحت الفصل السابع وهو ما يعني أنه سيكون ملزمة من جانبه بدد السفير البريطاني لدريمن ميكل آرون الشكوك بشأن مسودة القرار الذي طرحته بلاده في مجلس الأمن بشأن اليمن ووصف القرار بأنه إنساني وليس سياسيا وليس بديلا للقرار 2216 الذي يمثل أساسا للحل والمفاوضات حتى هذه اللحظة لا مواقف متصادمة بشأن مشروع هذا القرار لكن لا يبدو أن مجلس الأمن جاهز لاعتماده على الفور لتبقى الأمور على حالها من الغموض بشأن ما يجري في اليمن وعما إذا كانت الأيام المقبلة ستشهد تحركا عمليا باتجاه عقد الجولة الجديدة من المشاورات وتثبيت الهدنة في جبهات مرشحة لمواصلة الحسم العسكري أكثر من أي وقت مضار